نتنائل لموضوع تاني عن صفقة القرن السهيونية وفي فيديو للسفير الامريكي بالقدس المحتلة ديفيد فريدمان بيتقرب للصحينة في عيد رأس السنة اليهودية وطعا فيما يخص هذا الفيديو ديفيد فريدمان هو من المخلصين لترامب وهو جاء لينفذ صفقة القرن وفي شبكة كبيرة بيه في الاعلام العبري ان هذا الرجل جاء ليحقق ما كان امنيات يعني ليس فقط يعني كما كان يحلمون بأن تكون القدس عاصمة لإسرائيل هو جاء ونفذ ذلك جاء يتحدث أيضا عن الجولان ستصبح قطعة من إسرائيل يقول لا حديث على عودات الجولان إلى سوريا بعد حتى بعد حل الأزمة هذا الفيديو تمثيلي يعني صوروه مع التمثيل يعني لا هو مثله كنوع من الفانتازيا انه بيتصب مراته في السوق بيقول لا أنا نسيت حاجة في المكتب آآ أنا نسيت آآ آآ بتاع دوت آآ آآ علبة العسل لازم اجيب علبة العسل تعال نشوف مع بعض لا لا يعني لا لحزا ما نشوف يعني اللي في الفيديو ده السفير فعلا السفير فعلا آآ او ما بيمثله ليه هو جابين صورته انه هو في في المكتب بتاعه مكتب للسفارة فبيدور كده على العسل آآ في في الادراج مش لاقيه العسل ده هو بيحتفل به برأس السنة اليهودية ليه؟ بيغمزه التفاح بالعسل من ده من التقوص بتاع رأس السنة ايه رجع الايه التقوص دي يعني يوم الرأس السنة اليهودية بيدخلوا بياكلوا الفاكهة بالعسل كون الفاكهة؟ يعني الرمان الأشهر الرمان والتفاح فهو حب انه هو يعمل ليه رمز ديني عندهم يعني؟ آآ ليه رمز ديني هو عمل الموضوع دوت عشان يلقط الجانب اللي هو انا بحب الاسرائيليين وبتقرب اليهم في عيدهم فزي ما احنا شايفين كده بيبتدي نورت شايفينك انت بس آآ طيب 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 نشوف الفيديو نعلق شوف الفيديو اصح موسيقى سوف نذهب إلى الشيخ محنة يهودة نيوشلايم سوف نذهب إلى المنزل ونحن نحن في المنزل سوف نذهب إلى الشيخ هذا يبدو جيد هذا يبدو جيد سوف نذهب إلى الشيخ ما؟ سوف نذهب إلى بس ajuda كل هذا سوف نذهب إلى الفي Run أيado هذا Expansion مرةCon which isμη filmed on place we which happens United و questions I am glad you for the ocean we need to get the apples I'm guessing the apples well i am here we wanna get the good one I need a few docents the most manageable وهذا أكثر المثال الذي في ح vess России الشمس rules إن ولم ينسى الحية ل responder who Mr Trump and that State Union we would like to wish the people of Israel and Jews everywhere shana a konstrukt a happy, a healthy, and successful and a peaceful new year يهي راتسان شده خديش عمينو شنا فوا ومتوكا باروخ عطا عدناي اوهينو ملخ العالم باري بريها ايس طيب معلش يدينا فكرة بس كده ايه اللي حصل بعد ما دورها العسل يعني هو طبعا هو فيديو ترويجية بيحاول ان يتقرب لهم بعمل تمثيلية ان هو مراته بتتصل بيه وبيتصل بزوجته بيقول لها انا مش لقي العسل عشان احتفل زي اليهود برأس السنة فقالت له انا موجودة في السوق ممكن تيجيلي انا موجودة هناك في سوق يهودة في الوتس فجي طبعا زي ما احنا شوفنا كده اتمشى معاه في السوق بيقابلوه الاسرائيالين بمحبة كبيرة جدا بيقول لها ده راجل مؤمن وانت صديق 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 يعني انت يعني من الصدقاء اللي هي يعني المبلغة اليمينة على ايده منهم يعني اه وبيبصوا ايده بالقطاع مقبلوه هو راجل يعني يبدو ان هو لها جزور يهودية وهو واضح لشكله حتى اه وحتى بيه اه الكباء اللي هي الطاية الكباء كباء دي رمز ديني يهودي للمتدينين وفي الاخر بيروح للعسل والراجل بيقولو انا جيت لك عشان زمن تغطية دي مخصوص وكده هو عايز يتكلم برضو ان ده التراص اه يعني ايه رمزية او دلالة الفيلم الترويجي انا عايزين يقولو ايه انا هو طبعا دلالة الفيلم الترويجي هو العامة يعني نقولك ان البلد دي لها جزور انه هو مصحاب الارض نجا يقولك ربنا ما خلق العالم وكان التفاح والعسل اول ما اكل بني ادم اه كان اسرائيل فهذه اليهود وهذه اردوه وهذه دي حقهم يعني دي اردوه وبعدين بيرتدي القبة انه يحترم هذه الديانة وهي بتقولو تعالى فيه ده السوق اليهودي مع ان ديه القدس العربية فهو يأتي الى قسم اليهودي من السوق ويتحدث انه يقدس المشاعر اليهودية لكن هل السفيد ده انت قلت جاي هو جاي يحقق مش مجرد احلام ولا امنيات لكن ده جاي عشان يحقق احلام الصهينة اه في القدس عاصمة ليهم يعني بالفعل هو ليه تصرحات صادمة ومنها اللي احنا ترجمناه كان مبارح لو الزملاء يجبوه اه بيتكلم فيه ان بنعتبر ان الجولان هو كان الحديث دوت في صحيفة اسرائيل اليوم اه يوم الجمعة اه هالشجرير فريدمان يعني السفير فريدمان بيقول اللي هو متققر متساف شيها الجولان له حلك من اسرائيل يعني لا اسططيع ان اتوقع ان يكون هناك وصفة اسرائيل بدون هضبت الجولان فهو مستهدفينه في اسرائيل اليوم على الغلاف حديث خاص بيقول فيه ان احنا لن تنتقل سفارة امريكا من القدس مرة اخرى ستثبت هنا اه يعني هو بيرني الى بعض الصحافات اه فيه سفارة اظن ارجوعي بعد سحبت سفارة وغيرتها بعد ما دخلتها القدس رجعتها تاني لتل ابيب بعد ما كان فيه غضب عالمي. او الخبر ده ما خدش اللحظة نوقف عند الخبر ده. ما خدش حقه. يعني فجأة حتى الجارد المصرية كتبته سطر كده. ان رجوية سحبت السفارة بتاعتها من القدس ورجعتها تل ابيب تاني. ولن يلقى هذا الخبر اي صدى او رد فعل قوي في مصر. او في العرب يعني. باعتمان العرب صهاينة. او بعضهم صهاينة. يعني ماذا كان رد الفعل بتاع ناقل رجوية من صفارتها من القدس الى تل ابيب او عوضتها لتل ابيب مرة تانية. هو طبعا رد فعل اه قوي جدا لان هو الفترة دي كان فيه ضغوط ان ما تكونش اه امريكا لوحدها تمت ضغط على بعض الدول الصغيرة ان هي تتنقل مع امريكا عشان امريكا متفقش ناقلت لوحدها. واسرائيل برضو استخدمت القوى النعمة في الضغط على هذه الدول منها اللي استجاب منها بعض الدول في امريكا الجنوبية اللي منها ارجوية. ورجاء التانية ارجوية اه انسحبت لان لات الموضوع خلاص يعني الضغط عليها. كان دولة هناك تقريبا. لكن انا كنت متوقع يعني اه امتدادا لكلام حضرتك ان احنا نتكلم معنا. لماذا لم يمشيروا الى اه حديث فريدمن مبارح لاسرائيل اليوم بقول ما فيش حاجة اسمها جولان. وان اسرائيل عاصمة ادبقا اه يعني اه يعني عاصمة ابدية. ده صح خطير جدا. ينسف معاهات السلام. المفروض تعود. وده سفير امريكي. ازا انا سفوية عبو بكر في اتفائد كامب ديفيد تم نسف القدس منها. يعني القدس دي كانت ملف او جزء منه. جزء اساسي. اساسي من ملف التطبيع اه او ملف اتفائد كامب ديفيد. لكن تم نسف ده وخلوا القدس عاصمة الاسرائيل. مسلا هم نتكلم دلوقتي على سوريا ما بعد اه ما بعد يعني الفترة اللي جاية بعد الصراع السوري الخيري او حرب نظام مع مع المعارضة. هو بيقول الراجل ده تصريح خطيري زي كده. وهو راجل دبلوماسي من لا يجد ردا من اي من الدبلوماسيين العرب. ولا من الخارجية. انا ما سمعتش يمكن انت سمعت الخارجية المسارة ردت مسلا هيتلو التزم الادب. لا ما فيش حاجة زي كده. ما قالتش حاجة الخارجية المسارة. انا اه جولان جزء من اسرائيل لو احد يرد عليه يقول له لا دي طبعا اه يعني انقضاض على ما تم الاتفاق عليه. ولا حتى يمكن اه ما سمعناش اه ما عرفش يمكن اه يمكن يا جماعة اللي مهتم بالشأن ده يعرف ما سمعناش اي رد من اي حكومة عربية حوالي الرد هذا التصريح او التصريح هذا السفير بخصوص انه آآ قال ان الجولان ارض اسرائيلية. هو طبعا التقرير كمان اللي جي في آآ اسرائيل اليوم احنا ترجيبناه كان مليان مدح له كسفير هذا السفير الذي جاء ليرسم آآ ما حلمت به اسرائيل لعقود آآ جاء يعترف ان القدسة عاصمتنا والجولان جزء منا يعني عاديين عاملين في مدحة سول جدا في الحوار المطول معاه انها اذا رجل جاء ليس فقط ليتحدث ولكن لينفذ. آآ.